تعالوا بقى مع بعض ناخد جولة في إيه اللي حصل النهاردة والأحداث العالمية اللي وجبت يوم 19 مارس طبعا زي ما قلنا لحضراتكم في البداية يوم 19 مارس عام 1989 يوم حفرته الذاكرة الوطنية في قلوب المصريين باستعادة طابة الغالية آخر شبر من أرض الفيروس سيناء يوم أصبحت فيه مصر كاملة السيادة على أراضيها واستردت آخر نقطة حدودية يوم رفرف فيه العلم المصري خفاقا على أرض طابة يوم تحرير طابة الذي لن يمساه أو يومحى من الذاكرة المصرية بل العربية بل العالمية أيضا فهو انتصار آخر للدولة المصرية بعد انتصار أكتوبر 73 كل عام وحضراتكم طيبين النهاردة يوم تاريخي النهاردة 19 مارس ذكرى استعادة طابة كاملة لكل المصريين الموافع برضو 19 مارس عام 1962 زي النهاردة كان هذا اليوم العظيم لن تنسى الأمة الجزائرية أيضا ما دامت فيه خالدة هذه الذكرى لأنه وفقا لما جاء في نصوص اتفاقيات إفيان بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفرنسا اعتبرت يوم 19 مارس عام 1962 يوم تاريخي وهو وقف اطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري وايضا في مثل هذا اليوم 19 مارس عام 1799 الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكة في معركة لم تتكلل بيه نجاح القائد الفرنسي الأبرز في العصور الحديثة وكان الفشل الأكبر للجنرال بونابرت في الأراضي العربية في فلسطين أما في 19 مارس عام 1997 في الملف الفني وفاة شكري سرحان الفنان المصري شكري سرحان الذي أسرى الفن المصري بأعماله السينمائية والدرامية الكثيرة واللي تركت الحياة بصمة جبيرة جدا لدى محبيه وعاشقي من مصر وأيضا في الوطن العربي شكري سرحان كان واحد من أهم ممثلية السينما العربية في القرن العشرين ولقب بفتاة الشاشة في الأربعينيات إلى الستينيات ولد في محافظة الشرقية في 13 مارس عام 1925 تعد أعماله من أعلامات السينما المصرية ومنها درب المهبيل والطريق المسدود ورد قلبي واحنا التلمزة والسفيرة عزيزة وشئف صدري ورحلة داخل امرأة وعودة الإبن الضال وزائر الفجر وقنديل أم هاشم والبستجي ولا تطفئ الشمس وأنا حرة وامرأة في الطريق وأحبك يا حسن وابور سعيد والله معانا وناديا حتى امتد رصيده لنحو 150 فيلم هذا غير أعمال الدرامية والتلفزيونية وتوفي شكري سرحان في مثل هذا اليوم يوم 19 مارس عام 1997 رحمة الله على الفنان شكري سرحان اللي الحقيقة يعني فنان من زمن الفن الجميل الفن الأصيل اللي بيؤكد مكانة الدولة المصرية عالميا وعربيا في كل الفنون اللي قدمتها مصر طوال هذه الفترة وللحيا نتمنى يا رب ان احنا نستعيد مكانتها بشكل أكبر في الأيام القادمة اشتركوا في القناة